بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معكم محمد الطنوني وأهلا بكم مرة تانية في قناة الطنوني أكاديم وهنكمل مع بعض إن شاء الله كورس اللينكس النهاردة هنتكلم عن موضوع اللوجز إزاي أعمل Analyze وStore للوجز أو بمعنى أصح إزاي أشوف اللوجز اللي ستور ده عندي على اللينكس وحاول أفهم اللوجز دي لإنه هتساعدني في الترابل شوتينج طيب أول حاجة هنعرف يعني إيه أصلاً سيستم لوجينج يعني إيه سيستم لوجينج؟ إن الأوبريتنج سيستم بتاعي سواء لينكس أو ويندوز أو أي أوبريتنج سيستم هتلاقي بيعمل سيستم لوجينج أو الحاجات اللي بتحصل على السيستم بيخزنها لك عندك في فايلز واللوجز دي أو الفايلز دي بيبقى حاجة كده اسمها سجلات ودي بتفيدك إن انت تعرف إيه المشكلة اللي حصلت في السيستم عندك لو في أي مشكلة حصلت فبتبدأ تبص على اللوجز دي عشان تفهم إيه اللي حصل بالزبط في حاجات ورنينج بتظهر لك في حاجات مثلاً بتدي إيررز أو في حاجات أمرجنسي فالسيستم بتاعك مش ستيبل فأنت بتدأ تبص على اللوجز دي كلها عشان تعرف إيه اللي بيحصل وتحاول تعمل أنالايز للوجز دي وتحل المشكلة بتاعتك طيب بالنسبة للينكس عندنا حاجتين بيعملوا لوجز أول حاجة حاجة اسمها R-Syslog والتاني حاجة حاجة اسمها SystemD Dash JournalD الR-Syslog دي كانت الأول أصلاً اسمها Syslog زمان أيام الانت كان اسمها Syslog وبعد كده طوروها وخلوها R-Syslog الR-Syslog دي بتعمل Save للفايلز Text File يعني Text Files عادية خاصة ممكن تقراها بقى عن طريق Cat أو Vim أو Nano أو ممكن تستخدم بردو Tail أو Head عشان تقرأ كل الفايلز دي لأنها Text Files عادية يعني أي Text Editor الجورنال دي اخترعوها لما عملوا SystemD قوموا معاها على طول Service اسمها JournalD ودي بتقوم معاها على طول وبتخزن Lux عن طريق File Structured وIndexed Journal يعني بيبقى زي حاجة كده زي Binary File ما تقدرش تقراها بال Text Editor انت عشان تقرأ اللي جواها بتستخدم حاجة اسمها Journal CTL كماند كده اسمه Journal CTL طيب بالنسبة للردهات هو شغال بالاتنين يعني عنده R-Syslog وعنده برضه SystemD JournalD بس هو مقسمهم يعني نخلي R-Syslog دي موجودة بتتخزن في File واللوكز بتاعتها بتفضل برزيس أكروس ريبوت يعني ايه؟ يعني بعد اما تعمل الريبوت الفايل بيفضل زي ما هو كل اللوكز عليه زي ما هي ما فيهاش مشكلة لكن SystemD في الروكي او في الريدهات هي doesn't برزيس أكروس ريبوت او ريبوت يعني ايه بها doesn't برزيس اكروس ريبوت يعني لو عملت ريبوت كل الحاجات اللي على السيستم دي او الجورنال دي هتطير ما بتتسيفش في File بمعنى اصح لانها بتبقى موجودة الpath اللي هو slash run slash log بعد كده slash journal واتفقنا قبل كده ان slash run دي حاجة temporary كده بتبقى قيمة على الرمات مجرد ما عمل restart كل اللي عليها بيطير وفيه طريقة هنشوفها ازاي يخليها برزيس او اخليها تتسيف في ال slash var slash log slash journal فلو عملت restart الحاجات تبضل زي ما هاي بالنسبة لدي بيمبقى هو مش شغال اصلا بRsyslog هو شغال على طول بSystemD JournalD والready مظبوط ان هو بيسيف في الفايل ده اللي هو في var log journal فهو كده كده سابت معي حتى لو عملت restart طيب في الفيديو بقى بتاع النهارده احنا هنتكلم الاول على Rsyslog وبعد كده نبدأ نتكلم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله على الجورنال دي فلو انت شغال على ديبيان مش هتلاقي عندك اصلا Rsyslog الا لو عملت install للباكيج بتاعة Rsyslog يعني انت هتروح داخل كده عامل sudo apt install Rsyslog انتر هيبدأ اي انستول معاك ال Rsyslog ساعتها بقى تقدر تشوف الconfiguration او تكمل معانا ال Rsyslog ده لو مش حابب كده كده خلاص مفيش مشكلة معظم الشغل دلوقتي على SystemD فممكن تكمل الفيديو ده لمجرد المعرفة بس عشان لو قعدت على System مثلا كان شغال لسه بRsyslog او حاجة زي read hat او rookie بتعرف تتعامل معها وبعد كده من الفيديو اللي جاي ان شاء الله تبدأ تطبق معانا على SystemD جورنل دي طيب بالنسبة بقى للRsyslog احنا اتفقنا ان هي بresist across reboots يعني لو عملت reboot او restart كل اللوجز بتبقى موجودة فعشان كده هي بتبقى موجودة saved في slash var slash log slash بعد كده بتلاقي اكتر من فايل تبع الRsyslog اهم فايل زي هتقابلنا هتلاقي جوا var log هتلاقي في فايل اسمه messages وده معظم اللوجز بتلاقيها موجودة فيه هتلاقي فيه فايل تاني جوا slash var slash log slash secure وده هتلاقي حاجات الاثنتيكيشن والسيكيوريتي بتتخزن جوا الفايل ده فيه فايل تاني خاص بالميل جوا var log بعد كده mail هتلاقي كل حاجات الميل موجودة جوا او كان اسمه mail log اعتقد بعد كده برضو هتلاقي جوا var log فيه فايل اسمه cron وده بيتخزن فيه الحاجات اللي schedule يعني فيه service عندنا اسمها cron تبدأ تعمل بيها schedule tasks او jobs تترن في وقت معين فكل اللوجز بتاعتها بتلاقيها في الفايل ده في برضو جوا var log بتلاقي حاجة اسمها boot dot log وده بتلاقي فيه اللوجز الخاصة بالboot بتاعت system وده كده اهم الفايلز اللي تبع rsyslog لو انت عملت install مثلا على debian للrsyslog هتلاقي بدل messages دي هتلاقي فايل اسمه syslog او ما كان messages والconfiguration بقى بتاعة rsyslog دي بتبقى موجودة في slash etc لانها configuration بعد كده rsyslog dot conf وعن طريق الفايل ده انت بتقدر تعمل configuration او بتلاقي فيه الconfiguration مكتوبة اللي بتحدد ايه في اللوجز يروح ليه الفايلز دي يعني الفايل ده اللي هو etc rsyslog dot conf هو نفسه اللي مكتوب فيه الconfiguration اللي بتحدد ان الحاجات بتاعة الميل تروح على الفايل اللي هو mail dot log والحاجات بتاعة elscadual tasks تروح على الكرون والحاجات بتاعة البود تروح على boot dot log والحاجات authentication تروح على secure ومعظم اللوجز التانية تروح على messages ده كله متحدد في الفايل اللي هو بتاع الconfiguration اللي اسمه rsyslog dot conf وهنبدأ نبص عليه برضو عملي بس الاول بقى خلينا نعرف ان اي log في الدنيا بيبقى لي حاجة اسمها facility وفي حاجة اسمها priority يبقى اي سطر log موجود عندي بيبقى مكون من شقين حاجة تبع facilities وحاجة تبع priorities طب ايه هي facilities دي من الاخر الحاجات اللي بتبعت اللوج دي يعني هي ممكن تكون kernel ممكن يكون user ممكن يكون mail ممكن يكون cron ممكن تكون ftp ممكن تكون service اللي هي author priv اللي هي بتاعت authorization وممكن يكون حاجات local انت اللي عملها يعني service معينة ممكن تحدد لها انت سطر configuration او facility بتاعت local مثلا هي بتبقى من 1 لحد 7 facility مثلا رقم واحد اللي هي local 1 ارميها على فايل جديد تعمل انت فايل هنا تقول مثلا my custom log او my custom underscore log وتحط برضو في slash var slash log وعن طريق configuration file اللي هو بتاع rsyslog تقول انا عايز service اللي هي اسمها local 1 ترميلي log في الفايل اللي هو اسمه my custom dot log او underscore log طيب خلينا كده بقى نشوف configuration file ده ونشوف الكلام ده عمل عشان يثبت معانا اكتر خلينا نروح كده على servers او ممكن نعمل عليها login بال ssh على طول يعني خلينا نشوف بس the ip hat بتاعتهم ادي terminal ip br address show ده 192 168 8 116 ده الroki و الdebian dash br address show ده مية وخمستاشر يبقى مية وخمستاشر الdebian ومية وستاشر الroki تمام خلينا كده نفتح terminal ونعمل ssh عليها هدي ssh m tononi at 192 168 8 115 enter هيقول لي هزود ال fingerprint عندك في non host هيقول لي tab 123 هيقول لي كده موجود على ldbian خلينا نفتح terminal جديدة وندخل ssh mtononi at 192 168 8 116 enter هضيف برضو fingerprint ودي password يبقى الى تحت دي كده على الroki واللي فوق على ldbian احنا محتاجين حتى ldbian دلوقتي نعمل لها close لما نحتاج ها نفتحها وخلينا دلوقتي كده على الroki انا دلوقتي عايز اشوف الconfiguration file احنا اتفقنا الconfiguration file في ldc خلينا نروح كده على sudo او على elroot عشان مش كل شوية نكتب sudo يبقى su وكتب الpost انا كده على elroot اكتب them slash etc slash rsyslog dot conf enter هتلاقيه فتحلي الconfiguration file ده لو نزلنا تحت كده هتلاقيه بيبدأ الاول بحاجات global او وبعد كده بيدخل في وتحت كده هتلاقيه مديول اللي هو ده اللي بيقول لك اعمل ويشتغل على خمسمية واربعتاشر وتحتها برضو هيعمل مديول او هيعمل لود للمديول بتاع وبرضو على بورت خمسمية واربعتاشر طيب ايه فكرة الحتة دي او ليه اصلا موجودة الحتة دي يعني خلينا نرجع كده على البورت انا دلوقتي المفروض اللوجز بتتخزن ممكن لكالي على الجهاز نفسه وممكن يكون عندي هنا مكنة اسميها لوج سيرفر ودي كل وظيفتها في الحياة ان انا اجمع اللوجز من بقية السيرفر اللي عندي يعني انا عندي هنا مثلا ال داب وعندي سيرفر مثلا DHCP وعندي سيرفر ويب سيرفر منزل عليه اباتشي وعندي سيرفرز كتير اوي لو في اي مشكلة حصلت في السيرفرز دي حصل لها هاك مثلا وارد جدا ان اول ما الهاكر يدخل يروح مساح لي اللوجز اللي موجود عندي يعني كده اللوجز اللي موجود هتطير فانا مش هعرف ايه اللي حصل فالمفروض الصح ان انا اجي على ال داب او اجي على كل السيرفرز بتاعتي واعمل لها configuration او لها اللوجز بتاعتك تعمل الها redirect للوق سيرفر ده وال dhcp نفس القصة وال apachi نفس القصة وكل السيرفرز اللي عندي تروح تبعت اللوجز على اللوجز سيرفر بتاعي ده فممكن تبعت اللوجز دي عن طريق tcp او عن طريق udb على البورت رقم 514 سواء tcp او udb تبعت 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 وانا اتفقنا ان كل الحاجات اللي بدأ بال هاش بتبعت كومنت يعني ما بيعتبر هاش موجودة في فانا اي حاجة من دول هروح شايل علامة الشباك او هاش اللي قبليها دي كده يبقى انا كده فعل tcp طب عايز افعل udb هو كمان اروح شايل برضو الهاش اللي قبليه والهاش الابل بورت تبعنا كده فعلت tcp و udb نرجع undo رجعنا كده زي الاول بعد كده هننزل بقى لل rules هتلاقي بيقول لك انا ممكن ابعت لك ان اي حاجة من ال kernel تروح على device console يعني تتعرض على terminal لكل ال users اللي موجودين بس دي معمولة comment فانت لو محتاج ال option ده هتشيل برضو علامة ال هاش دي تحت تلاقي بيقول لك بقى في حاجة اسمها asterisk dot info وmail dot none واث preef dot none وcrown dot none دول وديهم على الماسج اللي هو v او var slash log slash messages والاث preef dot star او نجمة او asterisk وديها على الفايل اللي اسمه secure اللي جوه var log والmail dot asterisk وديها على var log mail log والcrown وديها على وكذا بقى يعني كل الحاجات دي موجودة وفي عندي local seven دي وديها على البوت طيب ايه كسة start دي وحاجات اسمها mail وبعدين لقيت في هنا حاجة اسمها dot emerge وهنا dot info والكلام ده كله دي كده حاجة اسمها يعني لو رجعنا على الصفحة اللي قبل كده احنا قلنا ان كل الحاجات دي اللي هي kernel والmail والcorown والكلام ده كله دي كده حاجة اسمها facility طب بالنسبة للpriority بقى يعني دي 8 حاجات اول حاجة حاجة اسمها emerge اللي هي emergency بعدينها على طول حاجة اسمها alert بعدينها حاجة اسمها critical او crit بعدينها error او err بعدينها بيجي warning بعد كده notice بعد كده info بعد كده اخر حاجة debug ودول التمن حاجات وارقامهم بتبدأ من صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى رقم صفر ده اللي هي emergency يعني معناها السيستم بتاعك مش stable طب رقم واحد اللي هي alert معناها انت لازم تاخد action immediately بعد كده يجي اللي اخافت منها اللي هي critical دي حاجة critical condition عندك في السيستم برضو لازم تاخد بالك منه بعد كده error يعني هو error بس non critical بعد كده warning هو يكون فيه تحذير بس كده عندك على السيستم بعد كده notice ده هو مش error بس هو يعني حاجة كده زي event بيبعت info دي اللي هي information event debug ده حاجة في debugging level message فانت لو عايز تحدد اي حاجة من الكلام من اللوجز بتاعتك بتستخدم facility dot priority يعني لو عايز اقول كل الحاجات critical بالنسبة للميل يبقى روح كاتب mail dot critical او crit طب عايز errors بالنسبة مثلا لحاجات الكرون يبقى cron dot error طب لو عايز info بتاعت اي facility يبقى روح عامل بقى star او astrisc يبقى astrisc dot info مثلا يبقى انا كده انا عايز information بتاعت astrisc astrisc دي دي اللي هي wild card او كل الحاجات يعني دي كده اللي هي wild card اللي هي ال astrisc دي يعني اي بقى wild card يعني هاتلي كل حاجة من facilities dot info يعني الpriority بتاعتها info وممكن العكس ممكن اكون عايز كل الحاجات مثلا اللي تابعة ال ftb كل الpriority يبقى astrisc وديها لي على file معين انا حدد دلوقتي facility بس قلت له dot astrisc يعني كل الpriority وممكن احط astrisc dot astrisc يعني هاتلي كل الوقز من الاخر كل ومعاها كل الpriority طيب انا لما اجي احدد الكلام ده في وارد جدا ان انا انسى اصلا ايه اللي عندي وارد انسى اكتر ايه اللي موجودة يعني انا ممكن اكتب ايه ارور مش هبقى فاكر ان هي ار او هي كانت زمان خالص اسمها وورن دلوقتي بقت وورن والالرت بارتو كانت حاجة قبل كده بس مش فاكر ايه ودلوقتي اتغيرت بقت الارت فانا هفتكر الكلام ده كله ازاي عن طريق بقى حاجة اسمها logger يعني انا كده ممكن اجي اعمل man على حاجة اسمها logger logger ده command بتست بي اللوكز بتاعتي هنشوف كمان شوية هتلاقي موجود في ال و ال اللي هنرجع كده للترمينل اخرج كده من ال و اكتب man logger enter هتلاقي جاب لك المان بتاع logger وبيقول لك هنا المفروض انت بتكتب logger وبعد كده option وبعد كده المسج اللي انت عايزها ده لو عايز تعمل تست لي log معين وهنجربه برضو كمان شوية لو نزلنا تحت كده هتلاقي بيقول لك الفاسيليتز اللي عندك حاجة اسمها auth واث prif و cron و diamon و ftp و kernel و lpr اللي هي بتاعت البرينتر وال mail news syslog user كل الكلام ده كله ومن local 0 لحد local 7 وحاجة اسمها security طيب بعد كده بقى الليفلز اللي عندك اللي هي الpriorities اللي انت ممكن تحددها هم التمن حاجات اللي قلناها emergency alert critical او crit error اللي هي error warning notice info debug والemergency زمان كان اسمها panic هي مش الالرت اللي اتغيرت زي ما حنا قلنا لا هي الemergency اللي اتغيرت كان اسمها panic دلوقتي بقى اسمها emergency او emerge الerror بقى deprecated دلوقتي وغيروها error warn بقى deprecated وغيروها warning فهي دي كده الpriorities او الليفلز اللي انت ممكن تحددها طيب اى لو نسيتها ممكن تجيبها من من logger طيب احنا عايزين بقى نقرأ الفايلز بتاعت اللوقز دي خلنا نعمل quit وخلنا نروح لcd slash var slash log enter لو عملت ellis هتلاقي في حاجات كتير قوي هنا في عندي حاجة اسمها boot dot log ودي اللي بتخزن فيها الحاجات بتاعت البوت في عندي cron دي الحاجات اللي بتخزن فيها حاجات زي cron في عندي حاجة اسمها messages دي اللي بتخزن فيها معظم الحاجات mail log دي اللي بتخزن فيها الحاجات بتاعت الميل وهكذا secure دي اللي بتخزن فيها الحاجات بتاعت الاثنتيكيشن وكل الكلام ده وهتلاحز ان في الفايلز متكررة بس بتاريخ معين هنعرف الكلام ده بعد كده دي حاجة اسمها rotate هنشوفها كمان شوية بس خلينا نجرب كده نقرأ المسجز مثلا او secure يعني cat لو نزلنا كده دي كل اللوكز بتاعتك طيب انت ممكن تقراها عن طريق list يعني ممكن list secure enter هيعرضهم لك صفحة صفحة وتبدأ تنزل وممكن تكويت وطبعا ممكن جوه list تعمل search مثلا تسرش على اليوزر بتاع متانوني enter هتلاقي عمل لك highlight عليه وتبدأ بالن small للي جيب لك next او الن capital يجيب لك previous key عشان تخرج ممكن تستخدم tail tail secure enter هيجيب لك اخر عشر سطور لان هو في التخزين بتاع الفايلز ده بيخزن الاقدم هو اللي فوق واخر حاجة هي اللي بتبقى تحت فانت ممكن تكتب tail واسم الفايل اللي انت عايز تقراه يجيب لك اخر عشر سطور وطبعا ممكن tail dash n خمسة يبقى اخر خمس سطور بس dash n ثلاثة يبقى اخر ثلاث سطور بس طب لو عايز تشوف الحاجة القديمة ممكن هد وممكن تحدد الرقم برضو dash n ثلاثة لسيكيور هيجيب لك اول ثلاث سطور عندك فدي طريقة ان انت تقرأ الفايلز بتاعة الليكز دي وفي عندي بقى حاجة اسمها tail dash f واسم الفايل ولياكم مثلا secure تنساش طبعا يعني خلينا نقفل بس ده ctrl c تنساش اللي انت لو بره خالص لو على ال home directory مثلا بتاعة الroot لازم تكتب الابسولوت باس هيبقى tail dash f وبعد كده ال path اللي هو var log secure enter dash f دي بتعمل follow يعني ايه follow يعني هو بيفتح لك بيجيب لك اخر عشر سطور لان انت محددتش هنا dash n وديت له رقم فجاب لك باي ديفولت العشرة وبيفضل follow او following to continue يعني هو مستني فتح لك الفايل زي ما هو ما خرجش من الترمينل ومستني اي حاجة تحصل يعرضها لك هنا طب خلينا نجرب الحية التانية نفتح الترمينل تانية نعمل split وننزلها تحت كده شوية وندخل على ال debian يبقى ssh على كان لا ما كانش الاي بي ده هو كان 192 168 8 اعتقد 115 123 او على debian gi هديني كده اجرب من على الجهاز ال debian اعمل ssh على الجهاز الروكي ونشوف هيظهر عندي هنا في secure ولا لا اجرب اكتب ssh mtononi at 192 168 8 116 enter هتلاقي عمل login لوحده لان احنا المرة اللي فات كنا ضيفين ال id بتاعه فما بيسألنيش على الباسورد وهتلاقي هنا ظهر لك اللوج على طول قال لك انا عملت accepted public key اهو from mtononi من ال ip ده اللي هو 115 بالبورت بتاعه على ssh والsession opened for user mtononi اللي user id بتاعه 100 طيب لو انا من mtononi هنا يعني ده كده اداني وفضل برضو مستني لو انا من ssh session اللي انا فتحها التانية دي جربت اعمل sudo dash oi enter هيقول لي الباسورد بتاعت mtononi 123 enter هتلاقيه راح تظاهرة هنا قال لك ان في عندي هنا الroot user root دخل على البن bash والsession opened for user root by mtononi اي حاجة متعلقة في security او في authentication بتظهر في الفايل ده واتفقنا ان dash if بيخليها لك following او بيخليه فاتح الفايل ومستنيك اي حاجة تحصل تظهر لك على طول عايز تخرج منها اتعمل control c طب انا عايز دلوقتي اعمل custom log مثلا فخلينا كده نفتح configuration file تاني pem etc rsyslog dot conf enter وداني كده على الفايل طيب الفايل ده انا عايز اغير هنا اي configuration او عايز اعمل configuration جديدة فهاجة ازود configuration بعد configuration اللي موجودة دي يعني انا عندي هنا بيبدأ اهو بيقول لي ده ال global directive بعد هي الموديولز بتاعتي اللي احنا لو عرفت لو حبيت اي موديول بضيفه في الحتة دي بعد كده تحت خالص بتلاقي حاجة اسمها rules بعد rules اللي متضافها automatic لو عايز اغير اي حاجة طبعا هغيرها فيها عادي لو عايز اضيف انا custom rule بتاعتي باجي تحتيهم كده واروح اعمل insert عشان ادخل في insert mode ويفضل ان اي configuration file هتعدل فيه تاخد copy الصديق بس ده يفضل في شغلك على طول تبقى واخد concept ده معاك انت قبل ما تغير configuration file هتاخد copy في حتة تانية او باسم تاني في نفس path وتعدل براحتك والله الدنيا زبطت معاك تمام خير وبركة ما زبطتش لا خلاص يبقى رجع ال original configuration file ده مكانه وامسح اللي انت كنت تغيرت فيه طب انا دلوقتي هروح اعمل comment ودي برضو يفضل ان انت اي حاجة هتعملها بتعمل comment بتاعها كده اما flying قبلها اما flying بعدها وتقول انت عملت الحاجة دي ليه وتكتب انها created by mina لو انت اكتر من قد انا هاجي هنا اعمل comment كده واقول created by to test custom log by log وكتب هنا الحاجة اللي انا عايز اعمل لها custom انا هنا محتاج ان انا حدد له facility والpriority فهقول له facility بتاعتك اسمها local one مثلا dot error اللي هو dot error يعني انا عايز facility بتاعتك local one والpriority بتاعتها او level dot error فاول ما تلاقي حاجة زي دي وديها بفايل اسمه slash bar slash log slash ودي له اسم الفايل اللي انا عايزه وديكم مثلا هسميه local one underscore r تحتيها اروح ضيف واحد جديد اقول local one بس المرة دي dot info ده ودهولي يعني لو لقيت اي حاجة الفاصيلة بتاعها local one والpriority info وديها في الفايل ده slash bar slash log slash local one dot info او underscore info انا كده زودت الاتنين دول فمحتاج بقى اعمل لهم test طيب اعمل save للفايل الاول اعمل escape عشان اروح لل escape mode وبعد كده colon عشان اروح للم command mode واعمل wq عشان اسيف واخرق كده انا عملت edit في configuration file طيب عشان عملنا configuration file يبقى لازم تعمل reload او restart للservice خلينا نعمل system control restart r syslog enter كده عمل restart خلينا بقى نجرب نعمل log خلينا في الشاشة اللي فوق دي اروح عمل tail dash if واتدي له اسم الفايل بتاعي اللي هو var log ان اسمه او احنا سميناه local one underscore r انا للوقت لو دست enter هيقول لي اصلا الفايل ده مش موجود وهيخرج يعني enter هتلي بيقول لي لأ ما فيش حاجة اسمه file زي ده وخرج من ال tail dash f في اما انا اعمل الفايل بادية اما اجي بدل dash f small d اخلي dash f capital f capital هيعمل follow حتى لو الفايل مش موجود هيستني تعمله generate وبعد كده يقرأ طيب ادوس enter هتلاقي بيقول لي ده هو مش موجود بس هتلاقيه still لسه مستني اي حاجة تحصل عليه ازهر هالك هنا طيب خلينا بقى في الشاشة اللي تحت دي نكبرها كده شوية وهاجي تحت هنا هستخدم كوماند اسمه logger يعني خلينا نوسع المسافة كده عشان يبقى بيين وهاجي تحت هنا اقول له logger وبعد كده dash p يعني هحدد له الpriority او هحدد له الpriority والpriority بتاعتي وقول له بعتلي message فلاني بيبقى الكوماند بيبقى بالشكل ده logger بعد كده dash p بعد كده الpriority وبعد كده ادي له المسج تالشكل العام بتاع الكوماند يبقى logger dash p بعد كده الpriority وبعد كده المسج اللي انا عايز هتظهر هنا فخلينا نختار الpriority اللي احنا عملناها نكون ايلي وان وارح واخد واتدي له المسج اللي انا عايز test message او test error message to مثلا local one underscore air file واقفل الكوتيشنز لو دوست enter هتلاقيه هنا كده قالك following new file وتحت بيقولك التاريخ اللي هو فبراير 13 بعد كده الساعة ساعة ودقيقة وثواني بعد كده اسم ال host name بعد كده اليوزر وبعد كده راح ظاهر لي المسج اللي انا كتبتها تحت يبقى كده بتاعتي صح طيب خلينا نعمل كنترول سي كده او خلينا في السكرين اللي تحت دي لو عملت بعد كده اعمل تيل داش ف كابتل لان الفايل لسه ما تعملش وقوله سلاش فار سلاش لوج سلاش كان اسمه لوكل one underscore info enter هنلاقي الفايل اتكاريت اذا صح هو لوكل ون هنا underscore info اتكاريت هو اتكاريت ليه بقى؟ لان انا فعلا ما بحدد البيوريتي بيحدد البيوريتي دي واي حاجة اعلى منها يعني لو احنا كنا بدأنا بانفو ما كناش هنلاقيه اتكتب في ارر طب خلينا نجرب كده نكتب حاجة في انفو او نبعث حاجة لانفو يبقى لوجر داش بي بعد كده local one dot info وبعد كده اديله المسج هنا info message two local one underscore info فايل مثلا نقفل cotations وندوس enter هتلاقيه ظهر ال line بتاعه هنا على طول او بتاعت ال info طيب خلينا نعمل ctrl c ونجرب ال command الاولاني بتاع error هتلاقيه ظهر فيه error بس ما ظهر ال info يبقى تاني لما بحدد هنا facility او في configuration file يعني لو دخلت على vimp etc or syslog هنا لما بحدد facility بتاعتي وحدد بعديها priority priority دي بتبقى هي واي حاجة اكبر منها فانا كده اشوف ايه logs اللي انا عايزها احددها في مكان معين وادخل على configuration file اعدل حسب ما انا عايز بال facility وال priority واديله الفايل ولو الفايل مش موجود هيبدأ يعمل create وده قليل لما تستخدمه الا لو عايز service معينة ترمي directory معينة او كده غير كده ممكن تعدل بقى في اللوجز اللي موجودة قبل كده او ممكن تسيب ها على default وعرفنا ازاي ان احنا بنقرأ الفايل سواء بقى بالcat او بالtail او بالtail dash f سواء small او capital او باي text ودي كده كانت حتة rsyslog وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة عن rsyslog وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم عن systemd journal d اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية شكرا ليكم وشكرا لمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته